السلام عليكم كنتمنى تكونوا باخر والاخر اليوم فيديو جديد ورمضان كريم ان شاء الله دخلوا لكم صحة والسلامة سيبت معكم هنا بسيطلات حلوين بالدجاج وزوينين كيجوا رائعين بدون بيض مبدو على بركة الله هنا المقادر هنا اخذت دجاجة من وزن جوش كيلو جوش كيلو هاكا كمنيت نقاط بحيت لها الجلدة ودرت هنا التوالب الملح والبزار وسكنجبير والخارق ومعرق الملح وعندي بودرة ديال التوم وهناي اخذت كيلو ديال البصلة قطعتها بحالكا صغير ورين دربتها فلها شواخ قطعتها مكعبات صغير ورين هنا اخذت هادك الدجاج وشرحته بحال هاكا باش كتدخل فيه العطر يمزيان انتم على حسب افراد العائلة وعلى حسب الكيمياء اللي بايتوا تديرو ديال بسيطلات صغار ممكن تديروها حتى بسطيلة كبيرة مجموعة ممكن تديرو غير في خيضات ديال الدجاج يعني غير الصدر يعني على حسب المتوفر عندكم أنا هنا اخذت الدجاجة كاملة وحيت لها جلدة صراحة منك نشريوها ويقول لك رجج كيلو يعني هاكا تحيدي لها جلدة دكشي سافكت كما كتشفها بزداب مهم هنا اخذت واحد اليناء ودرت فيه معلقة كاس ديال الماء دافي كاس واحد هو اللي غادي نطيف فيها الدجاج مع البصلة واخذت التوابل كيفما كتشوفوا ووضفتهم هنا على الماء باش كل شي غادي يطلق ويتجانس مع بعدياتهم ودرت معلقة ديال السمن السمن عادي ممكن إلا لي ما متوفرش عنده تدير معلقة ديال زبدة سوف تنحركوا هاد التوابين مزيان حتى يدوبوا وكيتجانسوا مع بعدياتهم عادي غادي نطيف طريفات ديال الدجاج هنا يقدر طريفات ديال الدجاج كيفما كتلكم فلحتهم باش كتدخول فيهم هادك العطرية الداخل وكيجيوا بنان وكيتشربوا حتى هما كيتشربوا العطرية مزيان هنا سعفة نديرهم الداخل وتنخليهم ضروري يبقى مرقدين واحد شوية على الأقل واحد نصف ساعة وبنسبة للدجاج ضروري ما يكونش جديد يلا هجبناه يكون بيت في طلاجة يعني غسلناه ونشفناه مزيان وبيت في طلاجة باش ما كيتلقش لي نحته هو المدياله هنيا غادي نخلي هاد القيطع ديال الدجاج هنخليهم في هاد التوابين في هاد العطرية وحد على الأقل واحد نصف ساعة ي羅 نصف سوالها من فصلاه نصف ساعة وحكم من القلائم نستفق القطع الدجاج نستفقه فوق البطلة لن نحركه نهائي نتلق الماء و مع الكويس الماء و مع الماء الكافي لن نضحت نقاط الماء سوف نضيف م CAP القطاع نضيف مnerا نضيف بさい نضيفه غير هاكا ملفق و غادي نزيد واحد نصف كاس مخلط ما بين زيت زيتون و زيت نباتية غادي نضيفه ملفق هاكا غير ملفق بحلقة و ما غاديش نحرك هاد شي كامل ما غا نحركوه محتى حاجة حتى غادي تقلل لنا البصله مع الجاج مزيان عدد الساعة غادي نقلبه و غادي نطيبهم على عافية مهيلة مزيان باش ما تتحرقش لينا يعني كي بغوا الوقت شوية باش كي يجو لداد و كي يجو زي ما طيبين مزيان فتيين و لداد كي ما كتليكم تقدروا تديرهم في الكوكوت و تصدوا عليهم ردغي كي طيبو انا بغيت نخليهم يطابو على راحتهم هناي غادي نوريكم كيف مشو هاي البصله تلقاتلين المدية لها مزيان و كيف مشو الطريفات دي لجاج ها وما ربدا ودخلهم بده ودخلهم الطياب هاديك القرفة كتبان وقصبر مع النوس حتى هو من بعد هنا يا بديس نقلف الدجاج باش يطيب على الجهة الثانية ديالو راك عارفين الدجاج دايك كي طيب خاصلا لكان ما ماشي كونجلي يعني بقي بقي طري سوف نحاول نقلبهم كاملين هاكا باش كل جهة يدخل ها الطياب و هادي مقام راقبه باش مكت تتحرقش لي هاناي القاملة بالنسبة للحشوه هاناي قدرت اللوز و دارت الكوكاو هاداك الكوكا الرومي انا كي عجبني نخلطهم بجوجهم صراحة بدرتهم في الفران مع معلقة ديال الزيت و خليجهم حتى تحموه مزيان ايه هاكا كي يجو حسن مقليين و اضفت هاناي واحد ربعا ديال معالقة ديال ربعا معالقة ديال سنيدة و احد جهة معالقة كبيرة ديال مزهر ايلا مابوتوش المزهر تقدرو تستعملو هاداك الكيس ديال سكر السنيدة بالنكها ديال زهرة البرتوقال و لبنكها ديال مزهر و اضفت هاناي معالقة صغيرة عامرة ديال القرفة و هادا نحاول نحررهم بزيان بحلعكة باش هاداك اللوز و الكوكاو يتلبس لينا مزيان بسان كوكا والرومي خلطه مع اللوس و نطحنه في الهاشوار لا أريد أن يكونوا معلقين لا أريد أن يكونوا معلقين لا أريد أن يكونوا معلقين لكي لا يطلق لنا الزيس مع الدجاج و هنا المعالقة كبيرة للزبدة زبدة عادية للبطا يجب أن يكونوا معلقين يجب أن يكونوا معلقين يجب أن يكونوا جاهزين هنا بالنسبة للجرسة في بارك عليها وطاب جيد و تحمر سوف نضعه في الإناء و سوف نضع البطايلة سوف نضع البطايلة سوف نضع البطايلة برجاء الأطياء سوف نضع البطايلة و إبترع البطايلة أفضل فقط استخدام البطايلة نضع البطايلة و جيدة و اليوم سوف نضع البطايلة أطلق منه تطلب المكسجين و سوف نضع البطايلة نضيف معلقة الثانيذة نضيف معلقة الثانيذة نضيف معلقة الثانية نضيف معلقة الثانية نضيف معلقة الثانية نستخدم البصيلة التعسل نستخدم نقوى ونقوم بإمكانك ساعة نستخدم الضعج حين تنشف الضعج نضع الضعج سننضمن باقيد ساعة الضعج نمتع داخلي فارس بنشر نضيف المقص على طريفة كبار يجب ان يفرطون بشكل صغير يجبون عمليين وزوينين وحتى في العدى وفي المادة تشعر براسكة دجاج ويجبون مع الحشواء رائعين سوف نضيف المقص على البصلة كيف تشعر لونها ومعصل سوف نضيف لها القطع ونقلبها سوف نضيف المقص على البصلة قيمة سبا سوف نضيف المقص نجل الكيلو أمر بصلة كبير نقسمها وكبير سوف نضيف المقص على البصلة لا نستعمل الكثير من الورقة هنا نقسم الورقة ونقسمها على جوج ونقسمها على 4 نحاول نعلم نصف الورقة لكي يتساوي وممكن تزيد وتقطع هذه المثالة ونقسم بريوات صغار عمين على جوج اضعها على بريواات كنقف بريوات ونقخج بريوات لكي لا تخرج من لهم ونقصت الورقة نقشمت الورقة تقضي الى المسيح الصغير ويقضي الى الورقة ثم تقضي الوصف نضيفه على شكل برايوات صغير وضوبلتهم قطاعات صغيرة إذا لم يكن لديه زليفة صغيرة و لغير قطاعات الحرشة أو غلاقة مدورة هنا نضيف الحشوة بالتجاج نضيف الحشوة اللوز والكوكاو ليس خلطوا الهاتف من قضاء المعبر وكذلك لغيره لغيره من الوقت كان يحمره من قشرة و ارتعطه من قشرة ويمكنه من قشرة طوال الهاتف مع غالب ولكن لديه فائد أكثر بالحال نقطعه بالمقص للحضف انا اعود معاكم هنا اخرين قديت هنا الورقة الكبيرة ليست صغيرة هذه المثلة الكبيرة اضفت له الحشوة الدجاج ونعود ندير الحشوة اللوز يجوز وينين ساهلين واقتصاديين لما ندروا فيهم البيض حتى إذا كنا ندروا البيض بقريبا 1-6-8 بيض يجوز وينين الحشوة يجوز وينين وينين ندروا حشوة الدجاج ويجوز وينين اخذ اعود الورقة الكبيرة نضيف المرحة للقديل العسل لتأخذ السيطة اخذ الورقة الاخرى سوف نقلب الوجه الثاني نضيف الزيت و نبدأ نجمع بسطيلة صغيرة و نحيض بحلقة بالمقص سوف نضيفهم و نضيفهم في الزيت و نضيفهم في بلاتو سوف ندخلهم مفرقين و ندخلهم في الفريغو في البلاتو حتى تجمد كل واحدة بعيدة على بعدياتها سوف نأخذ بلاستيك غدائي و نجمع بسطيلة كاملين في البلاستيك و نكتبو عليهم بحلقة باش نعاقلوا عليهم إلا كنا نديرين بسطيلة الأنواع و نكتبو عليهم بسطيلة حلوين و سوف يكونوا جاهزين و واجدين في رمضان بلما تقايت برز دراسة تجب دي غير من الفريغو و تدهنيهم و تصدريهم في الفران تكون يقتصدت حتى الوقت و اقتصدت المجهود ديالك كيف ما نعرفه رمضان يبغي وشار العبادة و يبغي منه بزاف ديال مجهود بحلقة في الكوزينة و نقتصدو شوية و نحافظو للوقت ديالنا سوف نجمع هذه البسطيلة كيف مشته و نحايد لها زوائد ديالها ديال هاد الورقة ديال بسطيلة باش مكتجيناش فيها غير الورقة سوف نقلبوها و نحطوها لكن اغنطيبوها كيف ما قلت لكم ولكن اغادي نجمدوها انا غادي نطيب غير شوية هادو 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 هما اللي سايبتهم هنا يغادي نطيبهم و الاخرين ندرتهم في البلاتو باش يجمدوها و يكونوا عندي جاهزين في الفريغو سوف ندهنتهم هنا بالزيت سوف ندخلهم الفران و نخرجهم من بعد ما يتحمروا و نرشهم بالخالد ديال لوس و ندهنتهم هنا كيف مشوه همام حمرين و ندهنتهم بالعسل و رشيتهم بالخالد ديال لوس مهرمش كي يجيو زوينين و زوينين بزفزف و احتل بنا كي يجيو بنان صراحة جولدادين بزف كنتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يعجبكم و يفيدكم و يعجبكم هاد البسيطات بسيطات و الحشوتها هي كيف مشوه راحة ساهلة و اقتصادية و رمضان كريم دخل عليكم استحا و سلام و ان شاء الله و ان شاء الله في فيديوهات اخرين جداد على القناة و لا تنسونيش من اللايك و الابوني اللي ما زال ما شافش اللي اول مرة كيشوف القناة ديالي يشارك معي و اضغط على الجرس باش يصلك كل جديد الى اللقاء